اختتم وفد الشارقة برئاسة سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة ثقافة في الشارقة ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة ومحمد البريكي مدير بيت الشار في الشارقة اختتم جولته في عدد من مدن السودان مع ختام مهرجان الخرطوم للشعر العربي في دورته الأولى متزال المسيرة الثقافية حاضرة في بلاد النيلين من خلال مشاركة شعرائها وأدبائها في مهرجان الشعر العربي في دورته الأولى التي ما زالت تحتفي بوفد الشارقة بجميع ندواتها واحتفالاتها بحضور سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة شارك في التظاهرة الثقافية مجموعة من علماء الجامعات في الخرطوم والطلبة المشاركين في منتدى الثلاثاء الذي يجمع نوابغ الشعر والفصاحة في بيت الشعر وفي سياق متصل للمهرجان حضر رئيس دائرة الثقافة أمسية شعرية بدأها بجولة في أرويقة معرض في الكلوري مثل صورا تاريخية لمدينة أمدرمان وصور وجوه شعراء وأدباء الوطن العربية أكيد المعرض يحمل مجموعة طيبة جدا من الصور الشخصية والبورتريهات التي تعرف بالشعراء العرب والسودانيين وهم جميعا اجتمعون الآن في أمدرمان من المعرض طبعا لفنان التشكيلي أيضا أستاذنا الأستاذ عتيبي يعرف بشخصيات أمدرمانية قديمة جدا شاركت في تكوين النسجة الثقافية ثم شهد عبدالله العويس مع وفد الشارقة وأعيان مدينة أمدرمان تدشين كتب وإصدارات عدد من دواوين الشعر وشكرا جزيلا لكل هذا الجمال المقدم والتوأمة الجميلة بين جامعة الخرطوم متمثلة في بيت الشعر وما بين شارقة الجمل الإمارة الشارقة أياضي بيضاء على السودان في دفع الحركة الثقافية وما قاعة الشارقة التي أنشأت في أكبر صرح علمي بالسودان جامعة الخرطوم إلا رمز لهذه العلاقة المتميزة وفي الأمسية الشعرية قدمت مجموعة من طالبات الجامعة عددا من الأناشيد التي أشعلت الحفل رونقا ونورا يحمل ضياء شعلة الثقافة والعلم فالكلمات النابعة من القلب في جميع الندوات والأمسيات المصاحبة للحدث جسدت مكانة الشارقة وقيادتها في قلوب الشعب السوداني ومع ختام هذه الأمسية والندوات الشعرية المصاحبة لمهرجان الخرطوم في دورته الأولى يسدل الستار تاركا خلفه بصمة شارقية لإصراء الحركة الثقافية في المنطقة لأخبار دار محمد الجنيذي من مدينة أمدرمان جمهورية السودان